تؤمن الدولة المصرية بالدور الحيوي للشباب في التنمية لما يمثلونه من ثروة قومية للأمة يجب استثمارها لتكون قوة دافعة لمسيرة التنمية وضلعاً أساسياً من أضلاع منظومة الدولة ورقماً فاعلاً في معادلتها المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير بقوة شبابها تحيا مصر شعار حوله الرئيس السيسي إلى منهج عمل للدولة المصرية دولة السلاسي من يونيو فظهرت خطوات عملية لدمج الشباب وتمكينهم ضمن خطوات تجلت في اتخاذ الحكومة خطوات عديدة نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة وفي معظم المجالات في عام 2014 وخلال لقائه مع شباب المستثمرين ورجال الأعمال أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل وهو ما تم ترقمته على أرض الواقع منذ ذلك الحين في عام 2015 أطلق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة وإيمانا من القيادة السياسية بكفاءة وقدرة جيل الشباب على تولي المناصب القيادية وبناء الدولة فقد تضمنت حركة المحافظين في عام 2019 تمثيلا فعليا للشباب وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التمكين أصبح حقيقة ومع تدشين الرئيس السيسي أول مؤتمر وطني للشباب في عام 2016 ومن بثق عنه من منتديات شباب العالم والشباب الأفريقي أصبحت هناك منصة حوارية بين الشباب وممثل الحكومة ومؤسساتها المختلفة في حوار مجتمعي شامل حول قضايا الشباب من كل دول العالم بشكل عام والشباب المصري بشكل خاص وفي عام 2020 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشكل نظام مساعد ومعاوين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ليمنح فرصة حقيقية للشباب نحو المشاركة الفعلية في العمل السياسي ومراكز صنع القرار هو توجه رئاسي حاسم لتمكين الشباب وضخ دماء جديد في شرائين الدولة من أجل دعم مسيرة البناء والتنمية لتنهض مصر بسواعد أبنائها وعقولهم